13 ألف وحدة سكانية من بين 38 المسجلة في 2016 من سيغة الترقوي العموم سيتم توزيعها خلال 2017 على معظم الولايات الحصة الأكبر ستكون من نصيب الجزائر العاصمة في نهاية 2016 كان هناك 38 وحدة سكانية التي كانت في طور الإنجاز من بين 38 وحدة سكانية كنا قد سلمنا 4361 وحدة سكانية موزعة عبر أربع ولايات في بداية 2017 التزمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مع الوزارة الوصية أن نسلم في سنة 2017 حوالي 18 ألف وحدة سكانية في العاصمة سوف تكون في 2017 حوالي 10 ألف وحدة سكانية توزع في العاصمة المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية نفى وجود أي تأخر بمشاريع الترقوي العمومي بسبب مشكلة تمويل أو تسوية الأراضي كاشفا عن إجراءات جديدة مع البنوك لتسهيل عملية الإنجاز إلى اليوم اللي رأنا فيه ما كان حتى مشكلة تمويله وما كانت تأخرانا التأخر لي كان في المشاريع هو تأخر نسبي هناك أحوال تقس لأفرط شوية خطينا إجراءات ودرنا اجتماع مع البنوك المؤينة ومع الموثقين وهناك التزام سوف يمضى في الأيام القريبة جدا بالثلاث الأطراف المعنيين والشركات سوف يكون عند المؤسسة الوطنية الترقية استكمال المستحقة المالية للمكتتبين فيما يبدو هي شبح صيغة الالبي بي حيث أن عديد المشاريع استكملت إلى أن تأخرى تصديد الأشطر النهائية يهدد بعض المستفيدين من فقدان مواقعهم في الثلاث الأول عدة مواقع انتهت فيها الأشغال وهي مسلمة وننتظر هنا في المكتتبين لكي يدفعوا ثمن كامل لهذه الشغاق لكي يستلموا مفاتحهم من بين هذه المواقع عنا موقع رغاية ميروش للأشغال انتهت تماما فيهم بكل ضروريات موقع عنطايا موقع جزء أول من مشروع مدينة جديدة سيدة عبد الله مدينة مهلة للمكتتبين هدوما لكي يكمل هذا الشطر النهائي والكامل للمسكنة إذا ما كانش في المدة هذي شهر ما جيش كمل الدفع الأخيرة يروح له الحق تعالى اللفك تصير البتاقية الوطنية ليست كان أسقطت أكثر من ثلاثة آلاف مكتتب وتنازل أزيد من أربعمائة أخرى من سيغة الترقوي العمومي وفيما يبدو أن هذه السيغة على عكس السياغ السكانية الأخرى فمعظم المشاريع فقط فيها نسب الإنجاز السبعين بالمئة إلا أن تزديد المكتتبين لباقي المبلغ هو هاجس هذه السيغة ما ينبئ عن انطلاق أزمة جديدة اسمها الترقوي العمومي